جهاز مجد هو الجهاز الأمني السري الذي أنشأه يحيى السنوار أبرز قادة حركة حماس وذلك بهدف تأمين الحماية الداخلية لحركة حماس في قطاع غزة ومكافحة التهديدات الأمنية خصوصا التجسس والاختراقات الداخلية تم إنشاء هذا الجهاز بعد الإفراج عن السنوار في صفقة وفاء الأحرار عام 2011 والتي تمت بموجبها إطلاق سراح أكثر من ألف أسير فلسطيني مقابل الجندي الإسرائيلي جلعات شاليت يعود تأسيس جهاز مجد إلى سنوات التسعينات وكان هدفه الأساسي في بدايته حماية أمن حركة حماس من الاختراقات والتجسس لكن مع مرور الوقت اكتسب الجهاز طابعا أكثر تعقيدا ليصبح أحد الركائز الأساسية لأمن الحركة في غزة خصوصا بعد سيطرة حماس على القطاع منذ عام 2007 كان يحيى السنوار من أبرز قادة ورؤساء هذا الجهاز وذلك بفضل خلفيته العسكرية وتجربته الطويلة في السجون الإسرائيلية حيث أدار خلايا مقاومة وأشرف على ملفات أمنية ويدار جهاز مجد بطريقة سرية للغاية حيث يعتمد على خلايا صغيرة تعمل بشكل مستقل لتجنب أي كشف يمكن أن يؤدي إلى اختراق هيكل الجهاز السنوار الذي تولى مسؤوليات أمنية وعسكرية واسعة في حماس قام بالإشراف المباشر على هذا الجهاز ما جعله من أكثر الأجهزة كفاءة في مكافحة التهديدات الداخلية وكان الجهاز يركز بشكل كبير على منع الاختراقات الإسرائيلية لمؤسسات حماس وكشف العملاء المحتملين بالإضافة إلى مراقبة الأنشطة التي قد تؤدي إلى تفكيك التنظيم من الداخل كما يعمل مجد على تأمين التواصل بين قادة الحركة وإدارة العمليات العسكرية بشكل سري وآمن بفضل هذا الجهاز استطاعت حماس كشف وتحييد عدد من العملاء الذين كانوا يعملون لصالح إسرائيل ويعزى له النجاح في تأمين بنيتها التحتية العسكرية والسياسية ضد التجسس أسهم الجهاز فيه تقليل فرص نجاح إسرائيل في تنفيذ اغتيالات أو عمليات تجسس واسعة ضد قيادات حماس وهو ما جعل الحركة تشعر بالأمان الداخلي أكثر في غزة على الرغم من نجاح جهاز مجد في الحفاظ على أمن الحركة تعرض الجهاز لانتقادات حول انتهاكاته المحتملة لحقوق الإنسان داخل غزة بعض التقارير تشير إلى أن مجد استخدم وسائل قاسية في التعامل مع المتهمين بالتجسس أو العمالة لإسرائيل بما في ذلك عمليات الاعتقال السرية والاستجوابات العنيفة كما واجه الجهاز انتقادات من بعض النشطاء الحقوقيين في غزة بسبب الإجراءات الأمنية المشددة التي قد تؤدي إلى التضييق على الحريات العامة ساهم جهاز مجد في تعزيز السيطرة الأمنية لحماس على قطاع غزة خاصة خلال الفترات الحارجة مثل الحروب الإسرائيلية المتكررة على القطاع كما يعتبر هذا الجهاز جزءا من الهيكل العسكري والأمني المعقد لحركة حماس والذي ساعدها في الحفاظ على قوتها وسيطرتها على غزة منذ عام 2007 وبالتالي يعد جهاز مجد هو أحد الأجهزة الأمنية السرية التي تعتبر جزءا أساسيا من استراتيجيات حركة حماس للحفاظ على أمنها الداخلي خاصة في ظل التهديدات المستمرة من إسرائيل ورغم نجاحات الجهاز الأمنية إلا أنه لم يعدم من الجدل حول أساليب عمله وتأثيره على الحريات داخل قطاع غزة استخدم جهاز مجد عدة أساليب لحماية حركة حماس من الاختراقات الأمنية خاصة في قطاع غزة هذه الأساليب تركزت على مكافحة التجسس وضمان الحفاظ على سرية العمل داخل الحركة ومن بين الأساليب التي استخدمها الجهاز الأول التحقيق مع المشتبهين كان جهاز مجد يعتمد على التحقيقات المكثفة مع الأفراد المشتبه في تورطهم في التعاون مع إسرائيل في هذا الإطار كان الجهاز يجري استجوابات صارمة وغالباً ما تكون هناك تقارير عن استخدام وسائل ضغوط نفسية وجسدية للوصول إلى معلومات دقيقة شبكة من المخبرين الجهاز اعتمد على إنشاء شبكة واسعة من المخبرين الذين يقومون بجمع المعلومات عن الأنشطة المشبوهة هؤلاء المخبرون كانوا يعملون بشكل سري في مختلف مناطق قطاع غزة ويبلغون عن أي تحركات أو سلوكيات قد تشير إلى وجود اختراقات أو تعاون مع الاحتلال المتابعة والمراقبة الإلكترونية استخدموا جهاز مجد تقنيات متقدمة في المراقبة الإلكترونية مثل مراقبة المكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية للأفراد المشتبه بهم خاصة أولئك الذين قد يكونون على اتصال بالجانب الإسرائيلي أو جهات معادية الحفاظ على سرية العمليات لضمان حماية الحركة اعتمد الجهاز على هيكل تنظيمي معقد حيث يتم تقسيم المهام والأدوار بشكل يمنع شخص واحد من الوصول إلى جميع المعلومات إذ يساعد هذا النظام في الحد من مخاطر تسرب المعلومات أو استهداف الأفراد الرئيسيين التدقيق في التواصل الداخلي الجهاز كان يدقق في كل أشكال التواصل الداخلي بين أعضاء حماس لضمان عدم وجود تسريبات معلوماتية سواء عبر الاجتماعات السرية أو الوثائق المحفوظة التصفية الجسدية في بعض الحالات لجأ جهاز مجد إلى تصفية المشتبه بهم جسدياً بعد التأكد من تورطهم في العمل لصالح إسرائيل تم تنفيذ هذه العمليات بشكل سري للحفاظ على هيبة وأمن الحركة كل هذه الأساليب ساعدت في بناء شبكة أمنية محكمة داخل قطاع غزة مما جعل حركة حماس أقل عرضة للاختراقات الإسرائيلية مقارنة بفصائل أخرى في النهاية ضع رأيك في التعليقات إذا أعجبك الفيديو ولا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة دمتم في أمان الله